لكن ماذا عن الغبن الحقيقي؟ الغبن الحقيقي ليس في الدنيا الغبن الحقيقي يوم القيامة عندما يأتي الإنسان لعرصات يوم القيامة ويرى أن عمر قد ذهب في لهو وفي غفلة ويرى أناسا معهم حسنات أمثال الجبال اغتنموا أعمارهم في طاعة الله عز وجل فيصابوا بالغبن هذا هو الغبن الحقيقي كما قال ربنا سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن هذا هو الغبن الحقيقي عندما يبعث الإنسان يوم القيامة حافيا عاريا ويرى أن عمر قد ذهب في لهو وفي غفلة ولم يغتنم عمره فيما ينفعه في الدار الآخرة ويرى أناسا قد انتفعوا من أعمارهم عمروها بطاعة الله عز وجل واتوا بالحسنات العظيمة أمثال الجبال أما هو فقد ذهب عمره في لهو فهنا يصاب بالغبن يصاب بالغبن الحقيقي هذا هو الغبن والله ولهذا سمى ربنا عز وجل يوم القيامة بيوم التغابن وفي ذلك إحدى سور القرآن سورة التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فليستعد المسلم لذلك اليوم وليغتنم حياته فإنه في دار يتمناها الأموات ما دام الإنسان حيا لا زال باب العمل مفتوحا ولا زال باب التوبة مفتوحا ولا زال التدارك ممكنا لكن عندما تبلغ الروح الحلقوم يغلق في وجه باب العمل ويغلق في وجه باب التوبة ويندم الندم العظيم وإذا كان يوم القيامة غبل غبنا عظيما هذا هو الغبن الحقيقي فينبغي أن يحلص المسلم كل يوم كل يوم أن يعمر وقته بطاعة الله عز وجل وأن يتزود بزاد التقوى